موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر أنا مضيفكم محمد علي رحماني الطالب في الجامية الرحمانية هيا بنا إلى موجز الأخبار بدون التأخير آلاف المهاجرين يصلون لانبدوسا وإيطاليا تطالب بتدخل أممي كم يبدأ إعجابه بتكنولوجيا الطائرات المقاطلة في روسيا ويلتقي وزير دفاعها وزير الخارجية الإمارات الاتفاق الإبراهيم خطوة مهمة لتحقيق السلام واشنطن نجري محادسات منتظمة مع السعودية لزمان استقرار إمدادات الطاقة ماذا ينتظر الأقصى في موسم الأعياد اليهودية؟ الآن الأخبار بالتفاصيل تواصل توافد المهاجرين غير النزاميين إلى جزيرة لانبدوسا الإيطالية القريبة من الصواحل التونسية ليتجاوز عددهم حسب تقديرات أولية السكان المحليين في حين طالبة إيطاليا بتدخل الأمم المتهدة لمواجهة الأزمة وقال الناتق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيديريكو فوسي لذكالة الصحافة الفرنسية إن أكثر من ثمانية آلاف وخمسمية شخص وصلوا إلى الجزيرة بين الإسنين والأربيعاء أيما يتجاوز عدد السكان المحليين البالغ عدد من نحو السبعة آلاف لكن بعض المصادر أشارت إلى تراجع عدد الوافدين منذ أمس الجمعة وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم السبت إلى فلادي فوستو في أقصى الشرق الروسي وكان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرغى شويغو وأبدي كيم إعجابه بالتطور السريع الذي تشهد تكنولوجيا الطيران الروسية وقالت فكالة الأنباء الرسمية الروسية أي تأس إن كيم وصل إلى متار كنفتشي في فلادي فوستوك وزار مسنيا للطائرات أمس الجمعة قال وزير الخارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان إن توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام شكل خطوة مهمة نهو تحقيق السلام في الشرق الأوسط وتعزيز الاستقرار والأمن لشعوب المنطقة وأشار في بيان نشير على صفحة وزارة الخارجية الإماراتية بموقع إكس أي تويتر سابقة إلى أن الإمارات وإسرائيل تحتفيان في 15 سبتمبر ألول بالذكرى الثالثة للاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي والتتمزيان قدما في تعزيز الشراكة والتعاون الصناعي في عدة المجالات قال مستشار الأمن القوم الأمريكي جيك سوليفان وأضاف أن ما جرى التركيز عليه خلال ذلك اللقاء هو الإعلان عن الممر الاقتصادي أي بين الهند وأوروبا لكننا على اتصال دائم على المستويات العليا مع السعودية حول زمان إمداد مستقرة للطاقة وبإسعار معقولة القدس المحتلة راس السنة العبرية يوم الغفران عيد العرش أي المظلة هي أسماء لأعياد يهودية تمتد على مطار إسنان وعشرين يوما ويؤرق المقدسيون قربها كما حلولها ويطلق على هذه المناسبات الثلاث موسم الأعياد اليهودية الأطول الذي يدفع فيه المسجد الأقصى المبارك الثمن الأكبر في ظل صعي جماعات الهيكل المتطرفة لتحقيق مكاسب أبرزها تقس النفق في البوق وإدخال القرابين النباتية وأخيرا أنا أقدم إليكم شكرا جزيلا والسلام